تسامناً مع استضافة المملكة العربية السعودية لثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية تصب جميعها في مجرى تعزيز الأمن والاستقرار وتبحث قضايا المنطقة والأمتين أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى السعودية مباشر وذلك لتغطية فعاليات القمم الثلاث ووضعت هيئة الإذاعة والتلفزيون كل إمكانياتها لإطلاق القناة الجديدة بنقل وقائع القمم الثلاث للمشاهدين في أرجاء العالم ووضعت كافة فرق العمل التقنية والتحريرية لديها على أهبة الاستعداد وذلك لضمان تقديم تغطية احترافية وشاملة لفعاليات القمم الثلاث وجلساتها ومؤتمراتها الصحفية فضلا عن تغطية كافة جوانبها ببث مباشر وبرامج مباشرة حيث سيكون بإمكان المشاهدين في دول العالم متابعة بث قناة السعودية مباشر على أربعة ترددات وعلى أربعة أقمار صناعية لتوفير تغطية أوسع بأعلى درجات الدقة وسوف تخدم قناة السعودية مباشر كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة